اليوم سنكمل حل لبعض التمارين من كتابكم غير الملوم على ضمائر الوصل افتح كتابك صفحة 12 خلينا نبدأ بإكسرسايز جي تمرين جي يعني وصل الجملة مع الوصل المخصصة إليها يعني هل البيبي لعب بلعبته؟ طيب هلا كيف بدي أعرف يا مس أوصل في عندك إشي سهل جداً لهو تشوف كلمة توي توي لعبة يعني الضمير بدي يكون في الخيارات اللي هون لأن اللعبة جمد فيا بدها يا ذات يا ويتش في عندي هون ويتش وفي عندي هون ذات نقرأ هاي that was in his crib crib معناها سرير الأطفال معناته هاي الجملة إجابتها هاي يعني did the baby play with his toy؟ هل الطفل لعب بلعبته اللي هي موجودة بالكرب بسريره بسريره سريره المخصص للأطفال؟ إذن هون بدك تحط number one مش هي الفرع الأول حط هنا number one number two I got an A plus علامته أخذها A plus طيب العلامة يا خامس مش عاقل مش إنسان فنشرح أستخدم لها هو يا رح أختار that يا ويتش طب الخيارات اللي ضلت عندي ما في غير خيار واحد فيه ويتش اللي هو هاد which was the highest grade والتي كانت أعلى علامة واضحة إذن حوصل هاي مع هاي فهون رح نكتب two اكتب هون two number three my baby brother is so spoiled لما أحكي أنا عن brother و baby أخوي الصغير البيبي فراح تكون relative clause ياب تبدأ ياب هو ياب ذات أنا مش ضايل عندي غير هاي who are twins وهو is the youngest يعني هو الأصغر بما إني بحكي عن baby brother أخوي صغير اللي هو البيبي معناه تشرح أختار يا خامس who is the youngest أكيد لما بدي أحكي عن baby رح يكون هو أصغر مني أو الأصغر فإذن في هذا الفرع اكتب لي three حط three number four penny and genie always dress the same دايماً بلبس نفس الإشي معناتهم إيش؟ توائم فمن أسمعهم حتى واضحة penny and genie هو الخيار الوحيد اللي ضايل who are twins فبنحط هنا number four let's move to exercise H نروح على تمرين H put the relative clothes in the right order write it on the line بدنا نرتب بمعنى آخر unscramble بدنا نعمل إعادة ترتيب لأي جملة؟ لجملة الوصل اللي هي relative clothes طيب نبدأ بـ number one اللي هو Sarah gave me a birthday present أعطتني هدية عيد ميلاد نشوف شو موجود عندي هون my is who friend تفقنا يا خامس إنه relative clothes بدها تبدأ ب relative pronoun بضمير وصل شوو ضمير الوصل؟ who who بعد ما أكتبها بدي وراها verb فعل فبحط is who is my friend who is my friend نكتبها هون I wore يعني أنا لبست أو ارتديت my favorite dress ثوبي المفضل شو بدنا تحكي عن ثوبها المفضل؟ was which gift mom my from يعني هي بدأ تقولكم إنه هذا ثوبها المفضل هو عبارة عن هدية من أمها هلأ relative clothes بدها تبدأ ب relative pronoun ضمير وصل هو which بعد which بدي أحط verb اللي هو إيش was which was والذي كان هدية a gift which was a gift والذي كان هدية من شي يعني من from من والدتي from my mom which was a gift from my mom نكتبها هون يا خامس number three I won the race أنا فزت بالسباق شوف شو بتحكي عن السباق very was long which يعني كان كتير طويل حكينا relative clothes بدها تبدأ ب relative pronoun ضمير وصل هو إيش which بعدين بدي أحط verb اللي هو was which was very long which was very long نكتبها هون يا خامس ننتقل ل number four I sat in a taxi أنا جلست في تاكسي was very that clean طبعا رح نبدأ بالrelative pronoun اللي هو ذات بعد ذات شو بدي أحط was that was very clean يعني كان كتير نظيف that was very clean كتبها هون يا خامس نيجي على exercise I circle the wrong word and write the correct one on the line حط دائرة على كلمة الخطأ طبعا هي كلمة الخطأ رح يكون هو ضمير الوصل نفسه relative pronoun ونكتب الصحيح منه على الصدر number two the car who is red is my dad's car يعني السيارة اللي هي حمرة هي سيارة والدي لاحظوا معي عندي two commas فاصل ten معناته هاي non defining relative clothes جملة وصل غير معرفة يا بستخدم فيها يا هو يا which ممنوع استخدم ذات هلأ car سيارة سيارة جماد ما بنفع استخدم لها هو شو لازم أحط which إذا منحط هنا which نحط دائرة على هو number three I held a poor lady which was carrying lots of groceries lady يعني آنسة هلأ البنة إنسان يعني هي person شخص رح أستخدم معاها شو هو ولا which ولا ذات طبعا غلط أستخدم معاها which لأنه which للانيمال للحيوان ولا thing للجماد فرح أستخدم هنا يا هو يا ذات إذا نكتب بالفراغ هو أو ذات number four we saw a statue who was built one hundred years ago يعني شفنا statue اللي هو تمثال واللي نبنى من مئة سنة لاحظوا معي خامس statue تمثال يعني هو جماد الجماد بستخدم معه لا فبنحط دائرة علىه لأنها خطأ بستخدم معاها يا which يا ذات نكتب هنا which أو that and that's it thank you for watching goodbye bye